المسائية من الميادين سلام الله عليكم وإلى عنوين ملفاتها هدوء حذر في صنعاء بعض يوم عنيف من الشبكات وتقدم أنصار الله وبن عمرية تنقل وسيطا بين صعدة والعاصمة جماعة خراسان اسم جديد لمجموعة تصفها الاستخبارات الأمريكية بالإرهابية وتعتبرها أخطر من داعش غارات أمريكية للمرة الأولى داخل مدينة الموصل والطائرات الفرنسية تنفذ أول غارة مستهدفة مستودع أسلحة لداعش شمال شرقي العراق بحذر تحدث ممثل لأمم المتحدة في اليمن جمال بن عمر عن احتمال التوصل إلى اتفاق وشيك لوقف النار بين أنصار الله وحزب الإصلاح في صنعاء كلام بن عمر جاء أثناء عودته من صعدة إلى صنعاء هل وقف اطلاق النار بات حاجة للطرفين بعد تقدم أنصار الله في عدد من أحياء العاصمة هل ينجح جميع أطراف الأزمة في التوافق على حل سياسي هل يوافق الرئيس منصور هادي على مطالب عبد الملك الحوثي الاجتماعية والسياسية هذا في المحور الأول في المسائية ونناقش في المحور الثاني أبعاد وأسباب كشف الاستخبارات الأمريكية عن مجموعة جديدة تحت اسم خرسان وصفتها بالإرهابية وبأنها أخطر من داعش أما في المحور الثالث فنتابع العمليات الجوية في العراق ضد داعش وخصوصا انتقال الطائرات الأمريكية للمرة الأولى إلى استهداف مواقع التنظيم داخل مدينة الموصل ودخول الطائرات الفرنسية للمرة الأولى أيضا على خط الغارات قال المرصد السوري أن تنظيم داعش سيطر على نحو ستين قرية ومزرعة في ريف عين العرب في شمال سوريا خلال يومين ولم يدخل التنظيم إلى كل تلك القرى بل سيطر على بعضها بالقوة النارية عن بعد وأشار المرصد إلى أن مصير ثمانمائة شخص من سكان هذه القرى ما يزال مجهولا وقد شهدت المناطق القريبة من عين العرب عمليات نزوح لآلاف المواطنين وقد تهم قادة من الحزب الديمقراطي الكردي تركيا بدعم مسلح داعش دعا رئيس إقليم كردستان العراق مسعود برزاني جميع القوى الكردية إلى تجنب خلافاتها الداخلية وتوحيد الجهود للدفاع عن منطقة عين العرب في وجه داعش برزاني رأى أن هجمات داعش على عين العرب تهديد لجميع الكرد بدون استثناء ونشد برزاني المجتمع الدولي اتخاذ الإجراءات العاجلة لحماية عين العرب من الإرهابيين وضربهم أينما كانوا ميدنيا أيضا قتل وجرح العشرات من مسلحي داعش باستداف الجيش السوري لتجمعاتهم في عدة مناطق بدير الزور الجيش السوري كان قد سيطر على بلدات الجلمة تريمسي العزيزية الجبين مزارع أبو العيدة الروضة في ريف حماء الشمالي الغربي بعد معارك عنيفة مع المجموعة المسلحة وفي ريف حلب قتل عدد من المسلحين في مواجهات مع الجيش السوري في خان العسل وبنزيد وحريتان والأتارب وفي ريف دمشق وقعت اشتباكات على أطراف بلدة تقنية على محور حي جوبر كافة استشد اثنان وعشرون شخصا وجرح العشرات في هجمات إرهابية بمناطق متفرقة في العراق وأد انفجار سيارة مفخخة في منطقة إمام قاسم شمال كاركوك إلى استشهاد ثلاثة عشر شخصا بالإضافة إلى دمار كبير في المكان وفي العاصمة بغداد استشد تسعة أشخاص وجرح خمسون في تفجير استدف منطقة الكرادة قرب أحد المطاعم بحثت الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع التصدي لمسلح داعش في العراق وسوريا وذلك على هامش مفاوضات البرنامج النووي الإيراني بحسب الخارجية الأمريكية وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جيف ريثكي إن المباحثات حول التهديد الذي يمثله داعش سوف تتم نهار الأربعاء والخميس في نيويورك بين الدول الست الكبرى وطهران تمت تظاهر ألف البحرينيين شمال العاصمة المنامة تلبية لدعوة قوى المعارضة التي أكدت مقاطعتها للانتخابات النيابية ما لم تقدم السلطة أي إصلاحات حقيقية بحسب قولها وردد المتظاهرون شعارات تطالب بالإصلاحات السياسية وبتنحي رئيس الحكومة الذي يشغل منصبه منذ أكثر من أربعين عاما وكان ولي عهد البحرين سلمان بن حمد الخليفة قد التقى بعدد من الشخصيات السياسية في خطوة أولى لدفع عملية الانتخابات النيابية التي من المتوقع إجراؤها الشهر المقبل أعرب المبعوث الدولي إلى اليمن جمال بن عمر عن أسفه البالغ لتدهور الأوضاع في صنعاء ووصولها إلى حد استخدام السلاح وشدد بن عمر على ضرورة وقف جميع أعمال العنف فورا وأن يتصرف الجميع بحكمة وضاف أنه أجرى خلال الأيام الماضية مباحثات لردم الهوى مشيرا إلى التوافق على مجموعة نقاط تؤسس الاتفاق المبني على مخرجات الحوار الوطني وكانت مصادر قد تحدثت عن قرب التوقيع على اتفاق لوقف النار في الأثناء يسود الهدوء الحذر العاصمة اليمنية صنعاء بعد اشتباكات عنيفة بين حزب الإصلاح وأنصار الله الاشتباكات كانت قد أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحة وقد سجل مقاتلو أنصار الله تقدما في أحياء شمال صنعاء وحلقت الطائرات الحربية بكثافة في أجواء العاصمة الاشتباكات العنيفة بين أنصار الله وحزب الإصلاح تتواصل في عدد من أحياء مدينة صنعاء وشوارعها وتحديدا في شمال المدينة وفي شارعي التلفزيون والمطار الحرب سيضر الجميع لن يكون هناك رابحا في الحرب الجميع سيخسر ولذلك أعتقد أن التفاؤل يأتي من أن الحكمة تقول على الجميع أن يلتقوا على طاولات المفاوضات من أقل الوطن وأن يجنبوا الوطن لانزلق نحو الحرب التدهور الميداني ترافق مع مواصلة المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر جهوده من أجل التوصل إلى تسوية بين أنصار الله والرئيس اليمني عبد الرب مصر هادي هذا مجرد خطاب دبلوماسي لتهديئة الأوضاع وتهديئة الشارع اليمني الرئيس اليمني كان قد استقبل سفراء الدول العشر الرائية للمبادرات الخليجية واصفا ما يحدث في صنعاء بمحاولة انقلابية من بعض القوى لإسقاط الدولة على الأطراف التي تقرد خارج السرب أن تعيد حساباتها وأن تلتزم بما أجمع عليه اليمنيون وأن تعمل على تحقيق أهدافها وطموحاتها عبر الأطر السياسية والمؤسسية التي كان فيها الدستور وعبرت عنها وثيقة الحوار الوطني وعلى الدولة مسئولية وضمانها لهذه الاتفاقيات ومسئولية عن تحقيق الشراكة الوطنية روحا وفعلا وكان آلاف اليمنيين قد أدوا صلاة الجمعة شارع المطار مجددين تأكيدهم أنهم لن يبرحوا الساحة حتى تحقيق مطالبهم المتمثلة في إسقاط الحكومة وإلغاء قرار رفع الدعم عن المشتقة النفطية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ولمناقشة آخر التطورات في اليمن معي الآن مباشرة في السوديو الكاتب والمحلل السياسي اليمن يلو أستاذ محمد المقالح أصعد الله مساءك أستاذ محمد ومباشرة نبدأ من الهدوء الحذر في العاصمة صنعاء هل يمكن البناء عليه هل يمكن القول بأن هذا الهدوء الحذر هو بداية ترجمالي الاتفاق الذي سيتم التوقيع عليه قريبا كما سمعنا أولا شكرا لإصلافتي حياك الله مشاهدي نتمنى أن يكون هذا مقدم لاتفاق سياسي ونهي هذه الأزمة الوضع في صنعاء حساس جدا وهو ممكن أن ينفجر في كل الاتجاهات وممكن أن نصل إلى حل ولكن الحل هو بيد السلطة بيد الرئيس هادم أي بحث عن حل خارج هذا المكان لن نصل إلى شيء وأنا استغربت في التقرير عندما جمال بن عمر يأسف لتدهور الأوضاع الأمنية ولانفجار المواجهات جمال بن عمر أفشل اتفاق كان قد توصل إليه في صنعاء جمال بن عمر جمال بن عمر أفشل اتفاق عن طريق الرئيس هادي طبعا كان قد توصلت السلطة عن طريق الدكتور عبد الكريم الإرياني وعبد القادر هلال اللجنة التي سميت هلال الإرياني إلى اتفاق من ثلاثة بنوت هما الآن أعادوها من جديد والذي هو عادة النظر في الجرعة وإيقالة الحكومة وهي الأهدافة الوطنية ولكن السلطة تبحث عن حلول خارج مكانها الصحيح طيب المستغرب الآن أستاذ محمد لأي مراقب لما يجري في اليمن الحديث عن قرب اتفاق كان من يومين يعني هناك حديث دائما عن قرب اتفاق اليوم أيضا قيل بأنه هناك اتفاق سيوقع كلما اقتربنا من الاتفاق كلما انفجر الميدان ما هو التفسير صحيح هو الحديث عن اتفاق هو الإشكال بنفسه المطلوب لتهديئة الأوضاع لا يحتاج إلى اتفاق يحتاج إلى قرارات رئاسية تهدأ الناس الناس خرجوا من أجل ثلاثة مطالب لكن تهديئتهم ممكن يكون بمطلبين المطلب الأول هو التراجع عن الجرعة ومن ثم إيقالة الحكومة أما تشكيل الحكومة والحوار حول كيف تكون الحكومة وصفاتها والعوامل التي تؤثر في تشكيلها هذا يمكن يخضع للحوار والمواطنين في الساحات ليسوا معنيين به بدرجة مباشرة ممكن يكونوا مراقبين أنا أي بحث عن الحوار ومفاوضات خارج هذه الأطر هي تطويل يسهم في تفجير الأوضاع لأنه في أطراف كثيرة لا تريد الاتفاق فتسعى لتفجير الأحداث سنتحدث عن هذه الأطراف وأيضا سنتحدث عن اللاعبين الأساسيين لأنه صار أكثر من جهة وأكثر من لاعب ونريد أن نناقش هذه المسألة ونتحدث عن اللاعبين في الميدان تحديدا وفي التصعيد الميداني ما زالت المعارك متواصلة في مناطق العاصمة صنعاء بين مقاتلي أنصار الله من جهة وحزب الإصلاح اليمني وقوات الجيش من جهة أخرى دائرة الاشتباكات توسعت في اتجاهات مختلفة وقد سقطت بعض القذائف قرب منزل الرئيس عبدربو منصور هادي تقرير حسن حجازي أهلا بكم جبهات عدة تدور فيها المعارك بالعاصمة اليمنية صنعاء ولسيما عند المداخل وحول المنشآت الحيوية والرسمية تمكن مسلح جماعة أنصار الله من الاستلاء على نقطة قرب مطار العاصمة كذلك استولوا على نقطة في منطقة الحتارش وهي المدخل الشمالي الشرقي للمدينة الذي يربطها بمأرب والجوف وشبوى وحضرموت في منطقتين مذبح شمال العاصمة وبني حشيش شرقها تعلف الاشتباكات بين جماعة أنصار الله ومسلحين تابعين لحزب الإصلاح تدعمهم قوات من الجيش اليمني موالية للواء علي محسن الأحمر تطور المعارك وصل حتى مبنى التلفزيون سقطت قضائف وعدة هنا في المنطقة الواقعة عند حي الجراف على طريق صنعاء عمرا اتهمت وسائل الإعلام الحكومية جماعة أنصار الله بمحاولة اقتحام التلفزيون لكن الجماعة أوضحت أن القصف رد على القصف الصادر من اللواء المرابط في منطقة التباب المجاورة للمبنى توسعت الاشتباكات باتجاه مدينة صوفان القريبة من التلفزيون الحكومي في حي الجراف هنا توجد منازل آل الأحمر وقيادات بارزة في حزب الإصلاح تطورت الموجهات العنيفة ووصلت إلى قرب منزل الرئيس عبدرب منصور هادي في شارع الستين الغربي وسط العاصمة حيث سقط عدد من قذائف الهون معارك عنيفة أيضا تدور في محيط جامعة الإيمان حيث يستخدم الطرفان مختلف الأسلحة هنا يكثف مسلح جماعة أنصار الله هجومهم من أجل السيطرة على المقر السابق للفرقة الأولى مدرع المنحلة والتي كان يقودها اللواء الأحمر وهو محاذ للجامعة التابعة للقيادي في حزب الإصلاح الشيخ عبد المجيد الزنداني هذه التطورات تشير إلى ازدياد الوضع طاقيدا في اليمن مع انجرار البلاد نحو مزيد من العنف وسط وضعا إقليمي شائك إلا أنها في المقابل قد تؤدي إلى اتفاق ينهي الأزمة برمتها اندفعة العصيان المدنية التي أخذت أنصار الله إلى العاصمة صنعاء تصطدم بتدخل الوساية الدولية والإقليمية لمحاولة إجهاضها لكن الوقائع تشير إلى أن مطالب اليمنيين غير قابلة للتراجع عنها تقرير قاسم عز الدين ككرة الثلج تكبر حركة العصيان المدني التي أطلقها أنصار الله من أجل مطالب سياسية واجتماعية فحين وصلت إلى صنعاء على أبواب مقر فرقة اللواء علي محسن الأحمر لم يعود العصيان خاصا بأنصار الله بل بات شبه جامع لقوى سياسية وقبلية يمنية كثيرة هذه القوى كانت غير متحمسة للعصيان أو هي خشية أن يتحول إلى فوضى أمنية كبيرة كحالة ليبيا المأساوية فاتجهت لقبول الوعود بأنصاف الحلول بل مالت للضغط على أنصار الله لقبول المشاركة في الحكومة وقفض أسعار المحروقات الحوثيون لم يقعوا تحت تأثير الضغط المتواصل للخيار بين الوصاية الخارجية والفوضى الأمنية ولم يصدقوا أن المرحلة الانتقالية التي تشرف عليها لجنة الوصاية تقود إلى استقرار اليمن في هذا السبيل عارضوا توصيات البنك الدولي لرفع الدعم الحكومي وما يسمى إصلاح الاقتصاد ولم يطلبوا أكثر من أن تتولى حكومة كفاءات وطنية بحث الأزمات ودرس الحلول الناجعة الممكنة وأن تكون هذه الحكومة بمنأة عن المصالح الخاصة ومراكز النفوذ المتهمة بالفساد فهم جمعوا بين المطالب السياسية والمطالب الوطنية والاجتماعية فلقيت حركتهم تأييدا واسعا بين فئات عديدة من اليمنيين بالرغم من اتهامهم بالولاء لإيران لكنهم أخذوا هذه المطالب على عاتقهم في خريطة طريق بدأت بخروجهم من صعدة باتجاه صنعاء في منتصف الطريق حاول تجمع الإصلاح أن يشغلهم في الجوف على الحدود مع السعودية كي تبقى الأبعاد الإقليمية طاغية على الخلاف السياسي المحلي لكنهم استكملوا إلى عمران ومنها إلى مركز الثقل في صنعاء في هذه الظروف التي تميل لمصلحة العصيان من المستبعد العودة إلى التدخل العسكري الإقليمي والدولي لترجيح كفة الوصاية والحالة هذه اليمنيون قادرون على إنهاء الأزمة بأيديهم فمطالب أغلب اليمنيين ليست بعيدة عن مطالب الحوثيين أعود إلى ضيفي من جديد لتفاصيل مناقش التفاصيل ما ذكر فيها التقريرين الذين تم عرضهما قبل قليل أستاذ محمد المقالح بداية نريد أن نحدد اللاعبين نسمع من خلال الاتهامات والاتهامات المضادة أن اللاعبين من الجهة الحكومية هناك الجيش اليمني علي محسن الأحمر وفرق أولى مدرع حزب الإصلاح التكفيريون من الجهة الأخرى قوات علي عبدالله صالح أو من تأتمر بأمره وأنصار الله نريد أن نعرف اللاعبين الحقيقيين بعيدا عن هذه الاتهامات أولا دعني أسجل تقديري العالي للتقريرين كان هناك كترب كبير جدا من وقائع من حقيقة ما يجري في السحر في التقرير الأول والثاني ثانيا اللاعبين الأساسيين في المشهد اليمني هم فريقين في الميدان أنا أعتقد أنه أول أنه المجتمع اليمني ضاقة من حكاية التدخل الخارجي بشكل سافر والذي لم يؤدي إلى أي نتيجة يعني الحكومة التي شكلت وفقا للمبادرة والسلطة بشكل عام لم تنجز أي شيء حتى من ما فيها أنت تأخذني إلى مكان آخر ربا سيد محمد حتى من ما فيها من مكان آخر سأصل إلى ما تريد المتقاتلين المتقاتلين أنت أشرت إلى كل هم موجودين كل هؤلاء يعني في شيء من التدليس الحديث مثلا عن قوات علي عدد الله صالح هذا ليس دقيق وأنا أعذرك لأنك تتلقى الأخبار من معلومات تضليلية الذي حادث أنه عندما كان هناك مشهد سياسي سلمي وأنا أنظر اليوم في شاشات التلفزيون اليوم صلاة الجمعة في ظل هذا التوتر وإصرار اليمنين على حضور بالآلاف بالعشرات الآلاف للصلاة لتأكيد إصرارهم على نيل حقوقهم وطالبهم يعني أن الموضوع لم يعد قابل للتراجع أو للمساومة هذا المشهد يؤكد ذلك أنه رغم القذائف وبعضها وصلت إلى وصلت إلى ساحة الاعتصام ومع هذا لم يتحرك الناس بل حضره اليوم بكثافة هذا يؤكد أن المشهد في عمجة أنه المجتمع اليمني ضاق ذرعا بهذا الوضع السلطة أرادت أن تحرف المسار بين مشهد ثوري كفاحة أو نضال سلمي وتحوله إلى صراح سياسي أو عسكري اكتحمت المشهد أولا في مجلس رئيسة وزراء عندما ارتكبت مجلسة واسعة جدا ضد مظاهرين سلمية أو قبلها كانت في ساحة المطار ثم لما رفضت الاستجابة لهذه المطالب وأرادت أن تخرج المشهد من مشهدها السلمي ضغط الجمهور من خلال المحيط فرعا يعني أغلقت تقريبا منافذ العاصمة بالمخيمات طيب هذا توصيف جيد أنا سأصل إلى النقطة التي تريدها أغلقت في هذه اللحظة فجرة الحرب فأنا أتهم السلطة أولا ثم مكونات هذه السلطة الذي هو أشر تقريركم إلى عليم حسن وإلى تجمعني من الإصلاح بالطرف المقابل المقاتلين هنا اليوم عندما يتحول مشهد من مشهد سياسي نظار سلمي إلى صراع عسكري سيكون في المشهد طرفين الذي هو أنصار الله كمقاتلين والسلطة ومكوناتها المختلفة عليم حسن والإصلاح صالح ليس موجود في المشهد طيب اسمح لي أن ننتقل لنقطة أخرى أكثر الحاحل ربما حاليا في الوقت الرهن أستاذ محمد ذهب جمال بن عمر إلى صعدة وجلس مع عبد الملك الحوثي زعيم جماعة أنصار الله وتم التوافق على كل شيء كما قيل واقترب الموضوع من توقيع الاتفاق ثم عاد جمال بن عمر إلى صنعاء ليرسل عبد الملك الحوثي مبعوثين إلى صنعاء للتوقيع على هذا الاتفاق لماذا لم يوقع الاتفاق عندما كان جمال بن عمر في صعدة وتم الاتفاق على توقيعه في صنعاء لا هذا غير صحيح أنصار الله والسيد عبد الملك الحوثي وافق على الاتفاق وارسل مبعوثين إلى صنعاء الذي حدث المطلوب هو أن توقع الأطراف على هذا الاتفاق ويوقع معهم أرسل مندوبي ليوقعوا وليس ليشتروا من ناحية أنصار الله موافق على الاتفاق الكرة اليوم في ملعب السلطة مثل ما كانت قبل أربع أيام عندما وصلوا أيضا إلى اتفاق ووافق عليها أنصار الله ولكن تلكأت أو نقضتها لكن أنا سؤالي لماذا التوقيع في صنعاء وليس في صعدة طالما كان مطلوب الأطراف ستتوقع عليه الأطراف ليست موجودة في صنعاء الذي هي السلطة طرف واحد هو السلطة السلطة ومكوناتها المختلفة الذي هو المشترك والمؤتمر وغيرها فالمطلوب الآن وقبل أي شيء آخر أن يوافق على الاتفاق من قبل السلطة ومكوناتها وليس من قبل أنصار لأنه موافق عليه وهذا ما قال ابن عمر لكن فيه ضخ إعلامي يقوم يقدم المشهد بصورة غير حقيقة فيدلس الأحداث لأن هدفه بالفعل هو تفجير الأوضاع طيب أنا ألاحظ أستاذ محمد أنه ليس هناك ثمة تأثير متبادل بين الميدان وبين السياسة توقيع اتفاق وأذبنا نرى الأوضاع الأمنية أو العسكرية متفجرة وأيضا فيما يتعلق بالتصريحات السياسية يعني اليوم نستمع بأنه سيد عبد الملك الحوثي يرسل مبعوثين وهم موافقين على الاتفاق نلاحظ بتصريحات نارية من الرئيس أن ما يجري هو انقلاب وأنه هناك نوايا خفية وغير ذلك لماذا لا توجد هناك نوع من التأثير المتبادل بين تسخين الميدان وتسخين التصريحات أو العكس هدوء الميدان أو هدوء السياسة الغريب الغريب أنه يتم نقل الصورة مقلوبة بالكامل خذ المشهد أنت الذي أشرت إليها الآن اتفاق في صعدة ثم تصريحات نارية في صنعة من قبل الرئيس قبلها كان نفس المعنى كان فيه اتفاق في صنعة ونقض للاتفاق من صنعة أيضا الرئيس هادي يتحمل المسؤولية الكاملة لما يجري الآن في صنعة سفك الدماء يتحملها الرئيس هادي لأنه تلك يا سيدي البطالب الشعبين لا تحتاج إلى حوار ولا مفاوضات تحتاج إلى قرار جمهوري أن يقيل الحكومة لماذا نتفاوض حول قرار من طرف واحد وأن يتراجع عن الجرعة أما موضوع الحوار فهو يتعلق بالبندة الثالثة الذي هو مخرجات الحوار هذا دعوا الناس بعدين يتحاولوا كل الأطراف ما يتعلق بالجمهور الآن وتهديئة الوضع في صنعة هو قرار من طرف الرئيس ولا يحتاج لا إلى آليات ولا إلى لجانة تتفاوض فإذن هناك محاولة لتعطيل أي حال طيب لنفترض الآن أستاذ محمد أن نتم توقيع الاتفاق فعلا ونحن بانتظار توقيع هذا الاتفاق في ضوء هذه الصدام العسكري وهذه التصريحات وعدم الثقة المتبادلة ماذا عن التنفيذ ماذا عن التنفيذ سيكون التنفيذ أيضا مشكلة وسيعود الأمور للانفجار بالخلاف على تنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه أنا أعتقد أنه في الاتفاق يشير إلى أنه مجرد ما تعلن الدولة إقالة الحكومة والتراجع على الجرعة تكون المجماهير المعتصمة أو المخيمة في محيط صنعة من تلقاء نفسها ترتفع لأن هذه هي مطالفها الحقيقية وهذا ما أشر إلى الاتفاق أنه مجرد ما تعلن هذه القرارات ترتفع المخيمات في صنعة في محيط صنعة ثم يبقى الحراكة السلمي للرقابة موضوع البندة الثالثة الذي هو الحوار من أجل تشكيل حكومة ومن أجل تنفيذ مخرجات الحوار وهنا ربما سيحصل الخلاف الخلاف هنا سياسي سيكون سياسي لأنه في أوراق وفي وثائق هناك خلاف اجتماعي وحوم للسلاح المجتمع اليمني خلاف اقتصادي وحوم للسلاح الاعتصامات وهي تعلق بالمطالب الشعبية بالمطالب الاجتماعية في موضوع الجرعة وفي موضوع الفساد هذا تحتاج إلى قرار كما أشرت أما موضوع الحوار السياسي فهناك وثائق أقرتها مؤتمر الحوار الوطني وكانوا كلهم موجودين فيه حتى إحنا الذين كنا خارج المشهد وكان عندنا ملاحظات لكن طالما كلهم الآن يتحدثون عن مخرجات الحوار فابعدوا ما يؤثر على المشهد السياسي من خلال قرارات اتخذها السلطة طيب أستاذ محمد السؤال الأخير يتعلق بالاجتماع القادم لمجموعة أصدقاء اليمن الأسبوع المقبل في نيويورك هذا الاجتماع ما المأمول منه وهل ستصدر بتوقعاتك قرارات عن الدول الراعية للاتفاق السياسي أو للتسوية السياسية التي كان بعض الدول أو كل الدول العشرة الدول السفراء المجتمعين أنا أعتقد أن القرارات الدولية سواء من مجلس الأمن أو من الدول العاشرة أو من مجلس التعاون الخليجي هي قرارات تتخذ بطلب من الرئيس هادي رئيس هادي كل هذه الأطراف مراهنة عليه وهو يستقوي بهذا ضد شعبه ولذلك كل ما وجد نفسه يحاول أن يهرب إلى مكان معين يطلب من هذه الأطراف أن تسطر قرارات وبيانات وقد تبين أنها لا تفيد لا تفيد في تغيير المشهد إيجابيا عليه أن يكف عن هذه السياسة لأنها لم تعد مجدية الجماهير في الشارع حتى سيد عبد الملك العوثي لا يستطيع أن يرفع الجماهير إذا طلب منها قبل أن تحقق مطالبها هذا هو الحقيقة شكرا جزيلا لك أستاذ محمد المقالح الكاتب المحلل السياسي اليمني أشكر حضورك إلى هنا كثيرة هي أسماء الجماعات التكفرية والمتشددة والإرهابية التي انتشرت منذ إنشاء القاعدة في أفغانستان وتكاثرت هذه الجماعات مع بدء الأزمة في سوريا وقد برز لدى دوائر الاستخبارات الغربية اسم جماعة خرسان التي تعتبرها الاستخبارات الأمريكية أخطر من داعش من هي هذه الجماعة؟ فاطمة قاسم السلام عليكم على الرغم من الدمر الذي سببته سنوات من ضربات الطائرات من دون طيار لقيادة القاعدة في باكستان ما زال التنظيم قادرا على تهديد الغرب هذا ما أثبته ظهور جماعة خرسان في سوريا التابعة لتنظيم القاعدة بحسب ما كشفه مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية جيمز كلابر خلال مؤتمر للاستخبارات في واشنطن وأضاف أن هذه الجماعة لا تقل في خطورتها على الولايات المتحدة عما يسمى تنظيم داعش وأنها تمثل تهديدا كبيرا لها كلابر قال إن الأجهزة الاستخبارية الأمريكية بدأت بمتابعة تلك الجماعة منذ فترة المسؤولون الأمريكيون قالوا إن الجماعة تضم متطرفين هم عبارة عن خليط من أفغانستان واليمن وسوريا وأوروبا يمثلون تهديدا مباشرا ومستمرا على نحو أكبر على الولايات المتحدة والغرب مستدلين بتوقيف الشبكة في أستراليا وبحسب تقديرات استخبارية أمريكية سرية فإن مسلحي خراسان يعملون مع صناع قنابل من فرع القاعدة في اليمن وذلك لاختبار طرق جديدة لتمرير متفجرات من أمن المطارات والخوف يكمن في أن يسلم مسلح خراسان هذه المتفجرات المتطورة للمجندين الغربيين الذين قد يتمكنون من التسلل إلى الرحلات الجوية المتجهة إلى الولايات المتحدة تصريحات المسؤولين الأمريكيين أوضحت أن مسلحي خراسان لم يذهبوا إلى سوريا لقتال الحكومة السورية على نحو رئيسي بل أرسلهم زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري لتجنيد أوروبيين وأمريكيين تسمح لهم جوازات سفرهم بركوب طائرات أمريكية بتطقيق أقل من قبل المسؤولين الأمنيين وأشار المسؤولون الأمريكيون إلى أنه بسبب المعلومات الاستخبارية عن التعاون ما بين تنظيم خراسان وصنع القنابل في قاعدة اليمن والمتشددين الغربيين فإن إدارة أمن النقل قررت في يوليو حزيران حظر نقل الهواتف الجوالة وأجهزة الحاسب المحمولة غير المشحونة على رحلات متجهة إلى الولايات المتحدة والمقبلة من أوروبا والشرق الأوسط ومعنا مباشرة من دمشق الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية دكتور محمد الشيخ دكتور محمد تنظيم خراسان ما هي حيثية هذا التنظيم ودوره ضمن التنظيمات المتشددة في سوريا بالتأكيد تنظيم خراسان ابتدعته أو دفعت به القاعدة من أجل أن يكون هناك اختراق استخباري أو أن يلعب دور الاختراق المخابراتي على الأرض السورية وكذلك ليكون هناك دفاعات أو ضربات محتملة للولايات المتحدة الأمريكية والغرب إذن هو ليس فصيل مقاتل على الأرض السورية بالدرجة الأولى إنما هو فصيل يعمل على استقطاب الأمريكيين والغربيين الذين كما قلنا تسمح لهم جوازات سفرهم أن يذهبوا على رحلات جوية أمريكية بتدقيق أقل وكذلك تزويد هذا الجهاز أو تزويد هذا التنظيم بقنابل يمكن أن تشكل اختراقا لكافة الأنظمة التي تكشف عن المتفجرات في حقائب أو في البسط المسافرين لذلك هذا التنظيم صنع بالأساس لكي يعمل ليس كمقاتلا إنما ليعمل عمل استخباري محضر طيب دكتور بالتالي هذا يطرح سؤال عن فكر هذه المجموعة تنظيم خرسان فكرها هل هذا الفكر يختلف عن فكر القاعدة التقليدي فكر داعش لأنه كما تقول حضرتك هناك فرق هذا التنظيم يعمل على استهداف الغرب أو عمليات خاطفة باتجاه الغرب الولايات المتحدة أوروبا بشكل عام ولا يقاتل أنظمة محلية هل هذا له علاقة بفكر التنظيم؟ لا التنظيم القاعدة ما زال حسب الاستخبارات الأمريكية يشكل التهديد الأقوى والأشد للخارجي إذ أن طموح داعش أو طموح الدولة الإسلامية كما يقال هو طموح إقليمي تقاتل دول الإقليم ولا يمكن لهذا الطموح بتشكيل دولة أن تقاتل هذه الدولة على كل الجبهات فبالتالي هو طموح محلي إذا جاز التعبير أو إقليمي ولكن تنظيم القاعدة الأخطبوطي له أهداف أكثر من الإقليم له أهداف أو بنك أهداف أكثر بكثير من تنظيم داعش وما تنظيم خرسان الجديد إلا تنظيم يؤمن المعلومات اللوجستية وكذلك الإمداد المخابراتي والإمداد بالقنابل التي يمكن أن تشكل هذا الاختراق لأنظمة وتكنولوجيا الغرب بمكافحة المتفجرات هذا التنظيم صنع لكذلك ولكن الفكر لا يختلف كلهم يحملون فكرا واحدا فكرا إقصائيا إلغائيا تكفيريا وهذا هو بيت القصيد كما يقال هم يعتبرون أنفسهم مجاهدين والأرض كل الأرض هي ملك لهم وهذا مستورد من التوراة أو من التلمود مستورد من العقيدة التي أثرت بهم بشكل أكبر من العقيدة الإسلامية لذلك نحن نقول بأن هؤلاء يملكون فكرا واحدا يملكون أديولوجيا واحدة وإن اختلفت الأساليب وإن اختلفت الأهداف وإن اختلفت طرائق العمل طيب دكتور محمد وبالتالي يكون القضاء على مثل هذا النوع من الجماعات أصعب أليس كذلك بالنسبة لتنظيم الدولة أو داعش هناك مراكز هناك أماكن تواجد هناك جغرافية لكن بالنسبة لهذا التنظيم هل يمكن القضاء عليه ضمن الحملة الأمريكية التي ستشنها على هذه التنظيمات في سوريا والعراق بالتأكيد خرسان ليس من ضمن الأهداف الأمريكية المحتملة أو حسب الخطة الاستراتيجية الأمريكية لم يضمن هذا التنظيم بالخطة الخطة وضعت من أجل الاستراتيجية الأمريكية وضعت من أجل مقاومة تمدد داعش ومقاومة تمدد داعش أتى على خلفية أن داعش تريد السيطرة على مصادر الطاقة أو النفط سواء كان هذا النفط خليجيا أو عراقيا أو حتى سوريا فبالتالي الطاقة في هذه المنطقة خط أحمر أمريكي لا يمكن الاقتراب منه أمريكا تحتاج إلى ذرائع لكي تسيطر على مصادر الطاقة ومصادر الثروة في هذه المنطقة ولعبت داعش سواء عن قصد أو عن غير قصد لا نريد أن نبحث هل هي صناعة أمريكية أم إسرائيلية أم غير ذلك نريد أن نقول بأن داعش حققت لأمريكا أو للولايات المتحدة الأمريكية التدخل مجددا في هذه المنطقة هل نتحدث دكتور ونحن نتحدث عن تنظيم خرسان نتحدث عن نوع من التطور في عمل القاعدة أو عمل هذه الجماعات لأن المعلومات تتحدث عن طريق التواصل بين تنظيم خرسان وبين بعض عناصره في اليمن الذين يستطيعون تفخيخ قنابل لا تستخدم فيها ومتفجرات لا يمكن كشفها لا تدخل فيها المعادن وبالتالي تستطيع المرور عبر أجهزة الفحص في المطارات وأيضا الحدود هل هذا يعتبر نوع من التطور في عمل هذا التنظيم وإلى أي حد يمكن اعتبار هذه الممارسات أو هذه التكتيكات بالنسبة لهذه التنظيمات ناجعة في تحقيق أهدافها دعنا نتذكر أولا أن ألفريد نوبل اخترع الديناميت فبالتالي المنظمات الإرهابية تضم بعض العلماء الذين يستطيعون أن يبتكروا ويخترعوا ويجددوا بكل شيء حتى في المتفجرات حتى في عوالم الإرهاب وحتى في الأديولوجيات المؤدية لهذه العوالم لذلك نحن لا ننفي بأنهم يتطورون في هذه العوالم وإن كان هذا التطور يغذي الشر ويغذي الإرهاب ولكن هم يمتلكون الآن وجهة علماء على صعيد تقني محترف ولكن في طريق الشر ولا يوظف في طريق الخير كما فعل ألفريد نوبل عندما جعل جائزة لكي يكفل عن قطيئته ولكن هؤلاء لا يمتلكون هذا الفكر شكرا جزيلا دكتور محمد الشيخ الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية حدثنا مباشرة من دمشق في تطورات الغارات الأمريكية في العراق أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى أن طائراتها أغارت على معسكر تدريبي لداعش في الموصل وهذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها الغارات مناطق داخل الموصل أما من باريس فقد أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند قيام طائرات فرنسية بشن أول غارة على داعش في العراق واستهدفت مستودعا للأسلحة شمال شرقي العراق قال وزير الخارجية الأمريكية جون كيري أن هناك دورا لإيران في الجهود العالمية لمواجهة تهديد مسلحي تنظيم داعش وفي اجتماع لمجلس الأمن الدولي لبحث مساعدة العراق على مواجهة الإرهاب كدى كيري أن التحالف المطلوب للقضاء على التنظيم ليس تحالفا ذا طابع عسكري فقط أو حتى ليس تحالفا عسكريا بالأساس وضف الوزير الأمريكي أن هناك مواجهة عالمية شاملة للتأكد من أن داعش لن يجد مكانا آمنا في العراق أو في سوريا وأن كل دولة في العالم لها دور في العراق بما فيها إيران لمناقشة هذا التطور مع يلان مباشرة من واشنطن مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق وكبير الباحثين في معهد التقدم الأمريكي الدكتور لورانس كورب دكتور لورانس كورب أبدأ معك مباشرة من كل التصريحات الأمريكية بما فيه مقاله جون كيري قبل قليل في مجلس الأمن الدولي هل من خلال هذه التصريحات والمناقشات أصبحت الخطة الأمريكية واضحة الملامح؟ نعم أعتقد كذلك فبكل بساطة يتم الانتقال من تقديم المساعدة الإنسانية في العراق إلى هذه الحملة الناشطة الحملة العسكرية الناشطة بالمشاركة بلدان أخرى بما في ذلك فرنسا التي وفرت مساعدة تقنية وتخطيئة شوية ومن المهمة بالنسبة إليها أن يعترف كذلك بدور إيران فإيران اطلعت بدور على مستوى إقناع أسايد المالكي بالتنحي ومساعدت الجهود الدولية في مناطق معينة من العراق وقد وفرت أيضا العتادة العسكري للباشميرغا طيب دكتور كورب الاعتراف بدور إيران في العراق وأيضا في سوريا هل سيجعل واشنطن أو يدفع واشنطن إلى الطلب من إيران مرة أخرى المشاركة في الاتلاف الدولي ضد داعش من نسبتي لي أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم قد فعلت تلك أكانت المقاربة المعتمدة الرسمية أم لا أعتقد أنها قد اعترفت بدور إيران لسيما عندما نرى أن هذا الأمر قد حدث في مجلس الأمن المتحدة وكل العالم كل أنظار العالم شخصة إليها وتعاون قد بدأ مع إيران في منطقة العملي حيث أن رئيس الحرس الثوري الإيراني قد كان هناك ينسق الأنشطة الميدانية والأمريكيون كانوا يؤمنون التغطية الجوية طيب دكتور أيضا فيما يتعلق بحدود الخطة الأمريكية مجهول بالنسبة لدينا حتى هذه اللحظة أدوار شركاء واشنطن خاصة الشركاء الإقليميين ما هي حدود الأدوار؟ ما نسمعه هو القصف الجوي الأمريكي الغارات الجوية الأمريكية والاعتماد على قوى محلية الجيش العراقي والبشمرقة معارضة معتدلة في سوريا لكن لا نعرف ما هي حدود أدوار الدول الإقليمية وما هي مهامها بالضبط في هذا التحالف بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية فقد تمكنت من إقناع السعودين بتدريب القوى العسكرية السورية المعتدلة إضافة إلى ذلك تتعاون الولايات المتحدة الأمريكية مع تلك البلدان المختلفة لحوضع حد لتدفق هؤلاء الشباب المتطرفين من مختلف بقاء العالم الراغبين بالانضمام إلى صفوف داعش وزير الخارجية كاري أعلن اليوم أن قرابة الخمسين دولة توفر دعم وأنا متأكد من أن بعض هذا الدعم يأتي على شكل دعم استخباراتي حول ما يحدث في الميدان لسيما في سوريا من خلال توفير كذلك المساعدة الإنسانية في العراق لكن بشكل عام لا شك في أن الأمر سيتطلب بعض الوقت لنعرف ما هو حدود وما هو نطاق دور كل بلد على حد نحن في مقدمة الطريق وأعتقد أن اجتماع مجلس الأمن للمتحدة اليوم هو الخطوة الأولى على ذاك المسار لأن هذا الأمر مشانه أن يؤمن الدعم الأممي لسيما فيما يحدث في العراق وليس بالضرورة في سوريا طيب دكتور لورانس كورب بالنسبة للتقديرات الأمريكية حول خطر داعش أو داعش أو حتى التقديرات الأمريكية في المنطقة ككل هناك أخطاء يعرفها أبناء المنطقة معرفة جيدة كان تقدير واشنطن لعدد أعضاء التنظيم 10 ألاف قبل عامين والآن تتحدث واشنطن عن 31 ألف مقاتل وكل المنطقة تعرف أن العدد هو أكبر من ذلك بكثير على الأقل 50 ألف على الأقل فقط في سوريا فماذا عن التنظيم الذي نشأ في العراق هل تعتقد بأن واشنطن لديها أدلاء محليين صادقين ويستطيعون أن يقدروا بشكل جيد أم أن التقديرات يمكن أن تؤدي إلى الفشل في النهاية إذا ما استمرت على هذه الشاكلة أنا لا أعتقد أن هذه التقديرات ستؤدي إلى فشل فمن منظور عسكري الولايات المتحدة الأمريكية وحلافاؤها في حلف شمال الأطلسي أسوة بالفرنسيين والأستراليين والبريطانيين لديهم ما يكفي من قوات السلاح لتعاطي مع هذه الأعداد أكان تصل إلى خمسة عشر ألف ثلاثين ألف وخمسين ألف السؤال الحقيقي هنا هو التالي هل يمكن أن نضع حدا لنداءات داعش للمسلمين في الشرق الأوسط ومناطق أخرى من العالم وأعتقد في هذا السياق أن وزير خارجي أكري في غطابه في الممتحدة قد أشار بوضوح إلى أن القيادات الروحية السعودية قد قالت بوضوح أن داعش تشكل طائفة شيطانية أيضا اعتماد واشنطن على تقديراتها على المعارضة السورية أو على أعضاء في المعارضة السورية في إسطنبول أو في الرياض وغيرها ألا تخشى واشنطن أيضا أن تكون هذه التقديرات التي تعتمد عليها من خلال هؤلاء خاصة فيما يتعلق بلاوائح المعتدلين في سوريا أن تكون أيضا تقديرات خاطئة من نافلة القول أن هناك دوما رغبة بتقصي الحقائق ومعرفة ما كانت معلومات الاستخباراتية دقيقة أم لا لكن بشكل عام أعرف أن الرئيس المتحدة الأمريكية قد اعترفت بتخفيف من تقديراتها ورئيس أوباما مثلا منذ السنة قال أن داعش لا تشكل تهديدا كبيرا وكما قلت منذ قليل كانت تقديرات تشير إلى عشرة ألف مقاتل وحاليا التقديرات الأمريكية قد بلغت 31 ألف مقاتل لكن الخطر الأساسي لا يتعلق فقط بعددها ولا بل بنوعية تدريبهم وعتادهم ولذلك نرى أن الكثير من الأسلحة المتطورة التي أعطيناها إلى بعض المجموعات للأسف قد وقعت في أيدي قوى داعش طيب دكتور أيضا سؤال يتعلق بغارات اليوم الغارات اليوم كانت الأمريكية في داخل مدينة الموصل وليس فقط كما الغارات السابقة التي كانت تحاول وقف التنظيم أو وقف داعش من التقدم إلى أربيل هل يعتبر القصف داخل الموصل بداية للعملية العسكرية التي تنوي واشنطن القيام بها أو نحن أمام تطور نوعي في عمل الغارات أو في آلية الغارات فوق العراق لقد أوضح رئيس ذلك عندما تحدث إلى الأمة في الأسبوع الماضي قال أننا ننتقل من مصافي العمليات الإنسانية إلى مصافي العمليات العسكرية لتشتيت مغانم وأرباح داعش في وقت مبكر من هذا الأسبوع شهدنا على ضربة جوية ضد قوى داعش في جنوب غربي داعش في السابق كل العمليات كانت بمستوى العمليات الإنسانية من خلال إنقاط بعض العليقين في المناطق المحاصرة وتسريح أو تحرير بعض المناطق أنا أشكرك جزيلا شكر دكتور لورانس كورب كبير الباخثين في معهد التقدم الأمريكي حدثنا مباشرة من واشنطن تشارك النساء الكرديات في العمليات العسكرية إلى جانب مقاتلي البشمرقة ضد تنظيم داعش فقد دفعت التهديدات الأمنية الأخيرة لإقليم كردستان بقيادة فوج البشمرقة النسائي إلى زيادة الدورات التدريبية للمدنيات فيما شاركت مئات المقاتلات على الجبهات ضد داعش الميادين تابعت تدريبات مقاتلات من البشمرقة تقرير مفدنا إلى العراق محمد الخضر أواز سيدة في عقدها الرابع تاتي كل صباح إلى معسكر التدريب التابع لفوج البشمرقة النسائي في السليمانية كانت أواز تطمح للاستراحة بعد عشر سنوات أمضتها في الخدمة لكن الخطر المحدق بالإقليم أجبرها على تغيير قرارها بل وتشجيع ابنتها على انضمامي للقتال أنا سعيدة لأني عسكرية أدافع عن أرضي كردستان لأنني أعيش بكردستان وأني كردية والداعش ندافع عن أرضنا نحن مو غلط هم اللي يجمون علينا أحب أدافع عن وطني وعن أرضي وأحميه الكردستان العراق لأنه داعش دي عاجمنا ونحن منريد هذا الشيء لأنه هذا بلدنا ومنحب يدخل داعش لبلدنا تتضمن تدريبات مقاتلات البيشمرقة استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وعمليات الاقتحام والتقدم المئات من هنا شاركنا في عمليات ميدانية على الخطوط المتقدمة ضد داعش جرى ذلك في خانقين وجلولاء ومحيط كركوك تدريبنا يومي عادة لكن في هذه الظروف الطارئة نتدرب صباحا ومساء وقد شاركنا في عمليات مواجهة ضد داعش في جلولاء وكوبش وخانقين ونحن مستعدات للمشاركة في كل جبهة تتطلب حضورنا فيها تمتلك البيشمرقة النسائية قيادة خاصة بها لا تختلف التدريبات في المعسكرات عنها في معسكرات الرجال تركت النساء المتطوعات الحياة المدنية إيمانا منهن بضرورة العمل ضد التهديدات الأمنية على مدنهن وبلداتهن نحن مستعدون للمشاركة في مواجهة داعش مع إخواننا الرجال في البشمرقة وقد قاتلنا باستخدام الأسلحة الرشاشة والدوشكة ونستعد دوما ولدينا اليوم برامج لتدريب فتيات مدنيات تحسبا لأي طارق وردعا للعدوان حالة تعبئة تعيشها كردستان تزامنا مع التحضيرات الدولية لمهاجمة داعش تعبئة مجتمعية بعد هجمات داعش على الموصل ومحيطها تواصل النساء الكرديات بانخراطهن في البشمرقة مسيرة عمل امتدت لعقود طويلة تهديد داعش يستنفر الجميع في كردستان بمن فيهم النساء المقاتلات على جبهات عدة محمد الخضر من السليمانية في قليم كردستان الميادين دهمش قرية لا تعترف إسرائيل بوجودها رغم أنها قائمة قبل النكبة واليوم تسعى لهدم أكبر عدد من بيوتها لتستولي على أراضيها لكن أهلها صامدون رغم تضييقات الاحتلال هنا محميد وتفاصيل نجل نعيمة صاحب منزل في قرية دهمش الفلسطينية كدح طوال عمره لبنائه لكن أمر الهدم الإسرائيلي يصرق فرحته منزله واحد من ستة عشر منزلا في القرية داخل أراضي الثمانية والأربعين مهددا بالهدم في أي لحظة بقرار من السلطات والمحاكم الإسرائيلية الأرض هذه ملك لإلنا مش تبعة الحكومة لا بدهم يدونا رخص للبناء ولا بدهم ولا بنقدم رخص بقبلوش يدونا رخص مش قابلين يساعدونا ولا بأي إشي والولد لما بنات طب ما بدي يتجوز الولد مش من يساعده دور بره غالية نحو 250 دنوما سلبت بعد النكبة من أراضي دهمش الواقعة بين مدينتي اللد والرملة لمصلحة ما يسمى دائرة أراضي إسرائيل ويعيش أهالي القرية السبعمائة اليوم على نحو 220 دنوما تعدها إسرائيل أراضي زراعية ممنوع السكن عليها وبناء عليه لا اعتراف بوجودهم بل هناك محاولات إسرائيلية لطردهم أنا لليوم بيتي مهدد بالهدم أجو مرة يهدموا ما قبلناش نطلع من البيت وقلنا إذا بتكونوا يهدموا يهدموا على روسنا إحنا من هون مش طالعين مش رح نطلع من البيت إحنا كنا شعب واحد وإحنا بنوقف كل واحد مع الثاني بغض النظر عن أي شيء ثاني سياسي موجهة سياسي وأحنا أعتبرها اليوم إنها سياسي تهجيرية هدم البيت يعني هدم الإنسان كخطوة لإحباط المخطط الإسرائيلي أقيمت صلاة الجمعة في الخيمة الاحتجاجية في القرية بدعوة من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية ترافقت مع اعتصام شعبي بمشاركة شخصيات سياسية ودينية ينضم هذا النشاط إلى قافلة من النشاطات النضالية التي خاضها أهالي دهمش على مدى عشرين عاما تقريبا لانتزاع حقوقهم هنا محميد من قرية دهمش غير المعترف بها الميادين